إنه انتهت الأزمة وهتحل القصة ومالهاش علاقة بالحجز على الأرصدة طيب عبدالله السعيد النهاردة شارك في جزء من تدريبات بيرامدز اللاعب من ساعة ماتش الإسماعيلي ما حضرش ماتش الإسماعيلي بسبب إصابة في الظهر فالنهاردة شارك في جزء من الميران هل ده معناه أنه يشارك في ماتش أصوان؟ ربما ده يوم الاتنين اللي جاي بعد بكرة لكن هو تعاف تدريجيا وشارك تدريجيا وسألوا النهاردة تاكيس إيه الأخبار قال له أحسن شوية الموضوع عملوش علاقة بالمشكلة على فكرة القائمة بين عبدالله السعيد وإدارة نادي بيرامدز الكروية لكن ألام الظهر دي والألام العضلية جزء منها ليه علاقة بأرضية الملعب أنا سمعت أكتر من شكوى من لعبة بيرامدز أن أرضية الملعب بتاعت التدريبات الملعب الفرعي فيها مشكلة أنهما اشتكوا منها فبالتالي دي عاملة مشكلة عند لعبة بيرامدز مؤخرا طيب خليني أقول لكم أنه بعيدا عن كرة القدم علشان نطلع لفاصل فاتحاد السلة النهاردة قرر تعيين أو اختيار الأستاذ عمر مصلحي نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلفا للكابتن محمد عبد المطلب الليحة الداخلية بتاعت السلة مجلس دارة السلة بتقول أنه رئيس الإتحاد هو من يختار نائب الرئيس إذا رحل نائب الرئيس فهو اللي اختار سوز عمر مصلحي القرار التاني النهاردة إيقاف أوجوستي بوش المدير الفني للاهلي مبارتين وغرامة مالية 30 ألف جنيه كنا انفرضنا بأنه يتم التحقيق معاه وقد تم التحقيق معاه ثم تغريمه مبارتين أو إيقافوا مبارتين وغرامة مالية 30 ألف جنيه ليه؟ بسبب التويتر اللي كان كتبها ضد الاتحاد ان قال انهما يفتقدون للعدالة تعيين المهندس خالد القوسي عضو مجلس دارة رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد ده برضو كان بيشغلوا الكابتن طلبة استضافة مشروع هير العالمي اللي بيهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى النشيات أمر إيجابي جدا طبعا ده برعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة بمناسبة السلة فالنهاردة لأول مرة في تاريخ مشاركات السيدات عبر كرة السلة المصرية يتوج فريق مصري ببطولة أفريقيا وهو سبورتينج كسبوا النهاردة فريق موزنبيقي اللي هو كوستا دوسول بطل موزنبيق وهي بتقام في موزنبيق بنتيجة 65-58 من اليوم مبروك لفريق سيدات السلة في سبورتينج بقالهم فترة بيتدرجوا في القوة على مستوى المحلي وعلى المستوى القاري فأن يتوج كأول فريق مصري بهذا الأمر بطولة وإنجاز كبير كان أعلى إنجاز مصري كان الأهلي كثالت من سنوات سابقة أعتقد من أربع أو من خمس سنوات وهو تاني فريق عربي يتوج به على مستوى السيدات بعد الملعب التونسي اللي كان حققها زمان سنة خمسة وتسعين